مشاهدين أينما كنتم تحية مجددة لكم وعود الاستكمال بقية فقرات غرفة الأخبار حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة لطفولة من إمكانية ظهور جيل ضائع سببه استمرار التشار بيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الأطفال من نواحي التعليم الصحة والتغذية حيث يرى خبراء أنه خلال فترة جائحة كورونا غابت أولوية خماية الطفل والأسرة لافتين إلى أن التركيز على مكافحة الوباء كأولوية أثر على الجهود المبذولة في توفير الحماية للطفل من النواحي الاجتماعية الأكاديمية النفسية الاقتصادية وحتى الصحية مشاهدين للحديث أكثر عن هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد جمال العرفي مدير حماية وترقية الطفولة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صباح الخير سيد جمال صباح خير السيد شكرا لك على تربية الدعوة إذن نبدأ دائما بالحديث عن الطفولة خاصة في هذا الظرف الحساس ما هو واقع الطفل الجزائري خلال هذه الفترة التي تتزامن وجائحة كورونا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أولا أشكركم على هذه الدعوة الدعوة التي تصادف اليوم العالمي للطفل ليتوافق مع تاريخ 20 نوفمبر تاريخ أتيماد هيئة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل وبهذه المناسبة التي تعتبر محطة من المحطات للحديث وتقييم وضعية الطفولة في الجزائر فيما يخص سؤالكم هو سؤال شامل يتعلق بالمجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية لحماية الطفل من ناحية الجانب الصحي من جانب التوفير التمدرس كذلك الحماية الاجتماعية الحماية من الأخطار الحماية من الاستغلال الحماية من العنف كل هذا يدخل في إطار برنامج الحكومة الجزائر بمسادقتها على هذه الاتفاقية تشريعاتها تشريعات الجزائر استمدت روح نصوصها من الاتفاقية حقوق الطفل نعطيك القانون 15-12 اللي يتكلم على حماية الطفل يجعل من الطفل موضوع حق وبجير الدرواء وبالتالي كل أمور اللي متعلقة بالحماية الاجتماعية والقضائية يتطرق لها هذا القانون هذا من جانب التشريعي لا ننسى الجزائر بمصادقة الشعب الجزائري على دستور سنة 2020 الشيء الجديد اللي اعتبره أنا سابقة هو أنه في المادة 72 تشير المادة إلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلة للتفل المصلحة الفضلة للتفل اللي هي مبدأ من مبادئ اتفاقق الطفل الآن أصبح مبدأا دستوريا بمعنى لك لان كنت تفضلت فيه اتفاقق الدولة الجزائرية الآن ولا الحكومة تعمل لحماية التفل من كل الأخطار نقول لك بللي بهذه الطريقة حتى وإن كان في القانون 15-12 من قبل كان مبدأ المصلحة الفضلة منصوصة عليه إلا الآن بدستارته يصبح من ناحية القوة ومن ناحية الترتيب أعلى وبالتالي الآن كل سياسة التي سوف تنتهجها الجزائر المتعلقة بالطفولة أو غيرها لا بد أن ترعي المصلحة الفضلة للتفل نعم سيد جمال يعني لكنت حتى يعني عن الأليات والإستراتيجيات يعني المبرمجة من طرفكم يعني كحماية أولية للتفل يعني أنتم في وزارة التضامن يعني بخصوص أنك مدير حماية وترقية الطفولة يعني بهذه المصلحة يعني ما هي الأليات المتبعة لحماية الطفل ربما من مظاهر التعنيف من مظاهر الاختطاف من مظاهر يعني عمالة الأطفال حتى يعني كل هذه العوائق والمشاكل التي يعاني منها الطفل الجزائري طبعا كما قلت الجزائر بمنظومة هاتشريعية تصهر وتعمل على حماية الطفل اجتماعيا وقضائيا من ناحية الاجتماعية عندنا عدة آليات نذكر لك الأليات اللي موجودين عندنا آلية مصلحة الوسط المفتوح اللي هي تابعة القطاع التضامن الوطني اللي متواجدة عبر 48 ولاية اللي هي فرق التدخل في حالة وجود الطفل في خطر تدخل هذه المصلحة للوقوف على وضعية الطفل وإخراجه من هذا الخطر من خلال اتخاذ تدابير تدابير اجتماعية كما تكلمتي مثلاً على حالة العملاء أو حالة التسول إذا كانت فيها طفل في حالة عملاء نروح المصلحة هذه تتقدم وتشوف مع الأسرة التاعو الأسباب اللي خلال الطفل أنه يعمل ويبيع في الشارع تتخذ إجراءات اجتماعية لفائدة الأسرة حتى نخرج الطفل من ذلك الوضع ويتم التكفل به من خلال تدابير اتفاقيات تمضى مع الأسرة ومع الطفل إذا كان يبلغ أكثر من 13 سنة نعم وفي حال إجبارية الأسرة هذا الطفل على العمالة في سن مبكرة هل يتم اتخاذ ربما عقوبات ضد هذه الأسرة؟ لا يمكن أن يكون فيه الأسرة تجبر الطفل فهو الأوضاع الاجتماعية التي قد تجعل من هذه الأسرة إخراج أطفال العامل وهنا تتدخل للدولة وهنا دور دور المجتمع المدني ودور المجتمع كذلك لأنه في حالة ما إذا كان فيه الطفل مثلا في الشارع وراه يبيع في منتوج معين فما على هؤلاء المواطنين إلا التبليغ الآن بصدور القانون 15-12 فيه إمكانية التبليغ التبليغ عن أي خطر محدق بالطفل وهذا التبليغ هذا يترتب عليه تدخل مصالحنا وكذلك وجود الهيئة الوطنية لحماية الطفل كذلك هي تدخل عندما يكون فيه مساس بحقوق الطفل وبهذا الطريقة تتخذ المصالح الاجتماعية الممثلة في مصالح حصول مفتوح التدابع الاجتماعية لإخراج الطفل من هذه الوضعيات الصعبة أو هذا الخطر نعم وإضافة إلى هذا الوسط المفتوح سيد جمال العرف هل هناك آليات أخرى يتم اعتمادها كحماية للطفل دائما طبعا طبعا الآن طفل في خطر في حالة ما إذا الخطر المحدق بالطفل يتطلب وضعه بمؤسسة حماية فوزارة تنظام الوطنية تتوفر على الشبكة المؤسستية حماية تتكون من 51 مؤسسة حماية لحماية الأطفال من الخطر أو أطفال الجانحين لكن هنا المرحلة ما تبقاش عند المصالح الأمر يتطور ويروح عند قاضي الأحداث السيد قاضي الأحداث هو اللي عنده الحق يوضع الأطفال له كل السلطة تقديرية ويشوف لكن فيه الخطر طبيعة الخطر يتطلب أن الطفل يكون فيه مؤسسة أولا لحمايته حتى وإن كان لحمايته من أسرته أو حمايته من الشارع أو حسب الحالة التي يكون فيها الأطفال هذه المؤسسات موجودة مؤسسات تعمل على تربية الطفل نفسيا مرافقته نفسيا وصحيا والاعتناء به إلى غاية صدور أمر آخر من طرف القاضي الأحداث لأن المصالح نحن تابع معه وضعية هؤلاء الأطفال من المؤسسات وكذلك نعمل على ضمان تمدرسهم وإدماجهم اجتماعيا بعد فترة التواجد بهذه المؤسسات كذلك موجود المؤسسات الاجتماعية الأخرى نعطيك مؤسسات استقبال الأطفال لأن يكونوا بدون روابط عائلية لدينا مؤسسات لتضمن التكفل بهؤلاء الأطفال بهذه المؤسسات نعم سيد جمال ربما أثرت الآن نقطة مهمة وهي بخصوص ضمان تمدرس التلاميذ يعني الذين يكونون ربما الأطفال عفوا في حال يعني ما يكون في هناك حالة خطر بالنسبة لعائلة التاحهم يعني وغيرها يعني لكنت حتى الآن يعني عن الظرف الحساس الذي نعيشه اليوم يعني في عز هذه الأزمة أزمة كورونا يعني هل يتم متابعة الأطفال ربما خاصة تلاميذ الإبتدائي يعني في حال يعني ما كانت في هناك إصابات من كورونا يعني هل في هناك مخطط واستراتيجية يعني خاصة يتم من خلالها يعني حماية هذا الطفل من عدم تفشي هذا الوباء يعني في الوسط المدرسي بدون شك بدون شك أنه إعادة الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي لهذه السنة لم يكن هكذا فاتخذت كل تدابير والإجراءات اللازمة بوضع بروتوكول وقائي صحي لهؤلاء الأطفال وهؤلاء المدرسين هل تم إشرككم يعني أنتم كوزارة التضامن يعني في هذا المخطط يعني مع وزارة الصحة هي الأمالية كل القطاع فيها على مستوى قطاع التضامن ومستوى القطاعات الأخرى اللي جان وزارية مشتركة لتعمل فيما بعدها مثلا وزارة التربية وطنية اللي تعمل مع وزارة الصحة في وضعها البرتوكول كذلك بالنسبة لنا المؤسسات المتخصصة القطاع عنده مؤسسات متخصصة في التربية والتعليم الموجهة المعوقين كذلك اتخذنا تدابير وقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى يكون فيه بروتوكول صحي لتفادي انتشار الوباء بالمؤسسات هذا العمل نقول لك بالحكومة ليس الأمر متعلق بوزارة التربية الوطنية فقط متعلق بالحكومة فيه بروتوكول يغضع لحماية هؤلاء الأطفال كذلك لا يبقى يخص الأمر للمدرسة فقط فيخص كذلك الأسرة لابد أن الأسرة تلعب دورها في توجيه هؤلاء الأطفال وإعلامهم بضرورة الوقاية قبل الالتحاق بالمدرسة نعم سيد جمال بخصوص في أدوى الاحتياجات الخاصة هي اليوم عادت إلى مقاعد الدراسة ونحن كنا نشوف في بعض الحالات أن تكون هناك بعض الاعتداءات على هذه الفئة كنا شاهدنا ربما في ويلات سطيف منذ حوالي السنة كان هناك اعتداء على بعض الأطفال أطفال تريزوميا أطفال التوحد وغيرهم في هذه المؤسسات كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات أنا لم أسمع بهذه المعلومة هذه فيما يخص التعدي على أطفال في اسم مؤسسات يعني كنا حتى نتواصل مع وزارة التضامن يعني لا على مؤسساتنا حتى وإن كانت لأنه الآن يكون في التصريح ليست على مستوى مؤسسات وزارة التضامن يعني كانت مؤسسة خاصة نعم مؤسسة خاصة في المؤسسة خاصة فيه شيء أين عندنا الوزارة في إطار العمل التي تحها المراقبة تعمل بمرقبة المؤسسات المؤسسات المعتمدة من طرف القطاع أما المؤسسات التي هي خارج إطار التنظيم هناك فيه إجراءات أخرى اللي هم المتابعة القضائية لكل مؤسسة التي تنشأ في إطار غير شرعي وكذلك تعمل على تعنيف أو المساس بحق الطفل الآن معوقا كان أو صحيح المتابعة القضائية موجودة وكل تعدي على التفل يكون فيه عقوبات صارمة في هذا الشأن وهنا يدخل وسادة قضاء ودخل وسادة قضاء الأحداث لاتخاذ تدابير بوضع الأطفال في وسط حمائي حتى يخرجوا من هذه الوضعية لا يرون فيها نعم يعني في ذلك كل هذه الاستراتيجيات والأليات المتابعة من طرفكم يعني دائما في خدمة وحماية الطفل الجزائري ونحن نتحدث اليوم في هذا الظرف الحساس يعني هل الطفل الجزائري اليوم هو في مأمن وفي ربما حماية تامة وشاملة يعني من كل المخاطر المحتقة به والله المخاطر المخاطر محدقة في كل مكان بالنسبة للطفل أو الكبير غير أن بوضع هذه الأليات ودور المجتمع المدني أنا نركز دور المجتمع المدني والمواطن في عملية التبليغ بالمساس بحق الطفل هو الألية نسميها الألية الأولى لأن التبليغ يعتبر الألية الأولى للحد من هذه التصرفات للحد من التصرفات أما فيما يخص الشريعات التي تعاقب وتابع كل من يمس بحق الطفل فالشريعات موجودة لكن هذا دور المجتمع في التبليغ عن هذه التجاوزات في حق الطفل كذلك الآن مؤخرا نشوف بالمصدق على قانون الاختطاف الذي كان المشير الجزائري عمل على أن يشدد العقوبة يشدد العقوبة على المختطفين للأطفال وكذلك من جهة أخرى فيه الشق يتضمن الجانب الوقائي والجانب الوقائي والجانب التحسيسي للأسرة للأسرة وكذلك حتى متابعة النفسية والصحية للضاحية وبالتالي نشوف الآن المنظومة الشريعية موجودة تبقى الآن دور المجتمع المدني والدور المجتمع المجتمع بصفة عامة في التبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل نعم وبحديثك عن هذه ربما الجانب التوعوي والتحسيس لعائلات الجزائرية وحتى عن حالات التبليغ هل هناك منصات تواصل متواجدة بينكم كحلقة أو همزة تواصل بين وزارة التضامن والمواطن الجزائري اليوم من أجل تبليغ عن كل هذه الحالات وحتى من أجل توعية والتحسيس أيضا طبعا القطاع يتوفر على 48 مدير ولائي مكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن في هذه المديريات في عدة مصالح لتكفل بمجال الحماية وفي الإطار العام التي تحتها وفي إطار المهم الموكلة مجال التحسيس الآن هذا التحسيس لا يحصل فقط في القطاع فيه عمل تضامني مع القطاعات الأخرى والمديريات الولائية الأخرى في مجال تحسيس المستوى المدارس المستوى التكوين مهاني المستوى دور شباب المستوى المؤسس استقبال طفولة صغيرة هذا العمل التحسيسي يعطي نتيجة فيه عمل كذلك عمل أسري مع الأسر للقطاع نقول لك مباشرة بعد أزمة كورونا كان بادر بعقد الاجتماع عندما الاجتماع للمجلس الوطني الأسرة حتى يكون فيه مخرجات المتعلقة بالمجال تفشي والتفشي كورونا وكيف يكون فيه دور الأسرة في الحد من هذا الانتشار الوباء هنا بصفة عامة نقول لك بالآليات متوفرة والقطاع يعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بدون أن ننسى مصالح الدرك الوطني ومصالح الشرطة الأمن الوطني الهيئة الوطنية لحماية الطفل كل هذه الأليات تصب في هذا المسعى مسعى حماية الطفل من الخطر المحذق به نعم كنت قد أشرت إلى نقطة قبل قليل فقط سيد جمال العرف لو نعود لها بخصوص أخذ الأطفال من عائلاتهم وأخذهم إلى مؤسسات أو مراكز تهتم بحماية الطفل من المخاطر سواء حتى ولو كانت هذه المخاطر متعلقة بالعائلة والأسرة هل يتم ربما كنت تحدثت قبل هذا عن المرافقة النفسية لهذا الطفل في حال ما تحسنت الوضعية النفسية لهذا الطفل هل يتم إرجعه إلى العائلة وهل يتم متابعة وضاية الطفل وسط عائلته طبعا أنا تكلمت على الطفل في خطر واللي وضعه قاضي الأحداث ليوضع الطفل في المؤسسة حمائية لإخراجه من الخطر قد يكون ذو الخطر في الأسرة أو من الشرع نعم وتكون متابعة على المستوى المؤسسة في الجانب التربوي صحي نفسي حتى الطفل يستعيد ثقة بنفسه ويعاد إدماجه في أسرته وكذلك هنا يجي دور مصالحة المفتوح لتكون لولي اللي هي تقوم بالعمل هنا وسط المفتوح لأنها تعمل مباشرة مع الأسر ومع الأطفال وتكون هنا فيه متابعة متابعة لتضمن تم دروسه وتضمن صحته النفسية والجسدية نعم هل سجلتهم ربما بعض الحالات من الأطفال الذين لا يودون الرجوع إلى أسرهم لا في حالة الآن المؤسسات التي تعمل على أن الطفل في حالة لا يرجعش ويرفض يرفض الرجوع للأسرة لأننا نبحث مع الأسرة وإنما هو السبب وإنما لا يريد أن يرجع وفيه تكون كذلك مرافقة لهذه الأسرة لكن هذه الحالات لم نتلقى حالات كما هذه لكن العمل يكون مركز على الطفل وعلى الأسرة حتى يكون فيه انسجاب يعاود يندمج الطفل في أسرته لأن هذا هو العمل الأساسي الهدف من عملية المرافقة والتكفل هو إعادة إدماجه في أسرته لأن الطفل الوسط الطبيعي تعهو الأسرة موش المؤسسة مؤسسة هي رعاية بديلة هي رعاية بديلة رعاية بديلة لإخراج الطفل من الخطر مؤقتا بعد ما نخرج الطفل من الخطر وتكفل به نفسيا يتم إعادته إلى أسرته بمتابعة هذه الأسرة لكن نوع الخطر هو أن الأسرة في حالة اجتماعية مثلا صعبة تقوم مصالح القطاع بتنسيق مع مصالح الدولة كلها بإعانة هذه الأسرة بأمور في الأمور الاجتماعية ومادية ترامونية نعم أكيد سيد جمال ربما كلمة أخيرة كلمة أخيرة نقول أن هذه مناسبة هذه مناسبة 20 نوفمبر يوم تاريخ اهتماء اتفاق حق الطفل الجزائر في إدار العمل التحا تعمل مع المنظمات الهيئة الدولية منها اليونيسيف اليونيسيف هو شريك أساسي لقطاع التضامن الوطني وشريك كذلك وفيه برنامج عمل معه هذه السنة إن شاء الله خلال هذه المناسبة هذه تاريخ الاحتفال بذكرى 30 لتيماد تفاق حق الطفل راح يكون فيه برنامج عملي مع هذا القطاع اللي فيه يتمحور على محوارين أساسيين محور اللول هو عمل استقطاب واكتشاف المواهب في الأطفال والشباب هذه نقطة مهمة جدا نعمل على هذا النقطة في المؤسسات في المدارس مستوى دور شباب حتى نبرز ويكون فيه تكفل بهذا المحور الثاني اللي سيكون كذلك في إطار هذا الأخر هو العمل على ترقية سبل إدماج المهني الآن فيه آليات وفيه أجهزة للإدماج المهني غير أن قطعنا في إطار الأخر سنفكر في سبل أخرى ترقيتها وعمل على إدماج الأطفال لسيما الأطفال الذين توقفوا عن دراسة وهنا من خلال تعامل مع المجتمع المدني وكذلك الغرف الحرافية والتقليدية لإدماج وإبراز أو إدماجهم ثنين وإبراز قدراتهم في هذه المجالات لا يخفى عليكم أن القطاع يتوفر على وكالة وطنية لتسير قرض مصغر بمساعدتهم بعد ما يتكون وإندمجهم مساعدتهم من خلال هذه القروض التي تملح لهؤلاء الشباب حتى يساهموا في بناء الجزائر نعم نتمنى لكم كل التوفيق سيد جمال في مجالكم كل الشكر لك سيد جمال العرفي مدير حماية وترقية الطفلة بوزارة التضامن الوطن والأسرة وقضايا المرأة كل الشكر لك سيد شكرا لكم شكرا لك إذن مشاهدين فقرة النقاش قد تمت متواصلون معكم بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر